طبعاً هذا الموضوع ما لعلاقة أنه الإنسان ممكن أنه يستحم يومياً أو أكثر من مرة باليوم أو حتى ممكن أنه يستحم ما بين يوم ويوم هذا الموضوع طبعاً اليوم أحب أنه أتكلم عنه وأنوه عنه لأنه يأثر بشكل جداً كبير على ممكن حتى العطور اللي إحنا نستخدمها والدليل أنه اليوم مثلاً العطر اللي يستخدمه شخص معين ممكن أنه إحنا لما نجتمه يختلف مباشرةً لما أنه هو رح يخليه شخص آخر لأنه هذا الموضوع رح يتغير معه ممكن هرمونات الجسم وإفرازاته وغيرها من هذه الأمور فبالتالي العطر ممكن أنه يتأثر برائحة الجسم الأساسية أيضاً اليوم إحنا لابد أنه ننتبه على نظام الغذاء اللي نتناول اليوم الأشخاص اللي دائماً مثلاً على سبيل المثال اللي يكون أغلب طعامهم يحتوي على الخضار أو الخضروات أو ممكن الأمور الأطعمة اللي هي تكون نباتية أكثر نشوف دائماً أنه تكون رائحتهم نوعاً ما يعني بدو حتى لو ما كان هم خالين عطر لكن رائحتهم تكون مقبولة وأيضاً ممكن أنه يعني هذا الموضوع رح يأثر حتى على العطور اللي ممكن أنه يستخدموها فبالتالي أنه يكون هذا الموضوع جداً جيد بالنسبة لكل شخص ولهذا إحنا دائماً ننوه أنه الإنسان ضروري أن يكون نظام الغذائي يكون هو صحي أما بالنسبة للأشخاص اللي دائماً يتناولون اللحوم بكثرة ننتبه على هذا الموضوع يعني كون أنه العراقيين دائماً والأغلبية خصوصاً حتى ممكن وقت الأفطار يكون لابد الأفطار يكون دسم ولا بد أن يكون موجود بي لحم موضوع تناول اللحوم بكثرة هذا رح يأثر بشكل جداً كبير على صحتنا وأيضاً ممكن على أطرنا الخاص اللي هي تكون رائحة جسدنا هذا الموضوع ممكن أنه كثرة البروتينات اللي تدخل إلى الجسم خصوصاً اللي تكون هي حيوانية بالتالي رح ممكن أنه تغير كثير من الأمور اللي تكون هي موجودة بطبيعة الإنسان ولهذا نوعاً ما يكونون هما غير مقبولين الرائحة اللي تصدر من الأدم تكون هي غير مقبولة